السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناتي قناة الحقيقة احلى مع سمسمة. النهارة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الحياتي بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. دي انكح طريقة واحسن طريقة ان شاء الله بازن الله هتعجبكو. وسهلة جدا واحسن وانطف من بره بكتير. طعمها يعني جميل جدا. جربوها ان شاء الله مش هتندموا بطريقتي. يلا بنا كده ندخل على الفيديو ونشوف احنا نعمل ايه? معانا كيلو من اللحمة المفرومة. اللحمة اللي قدامكم دي عبارة عن نص كيلو لحمة ضاني زائد نص كيلو لحمة من اللحمة العادية اللي هي الجاموسي. لان انا بحب اصلا طعم اللحمة الضاني في الكفتة بتديها مزاق كده جميل جدا. وبيحسسك نفس طعم الكفتة بتاعة الحيتي اللي احنا بنشتريها من بره بالزبط. لو مش حابين اللحمة ضاني يبقى ممكن تعملوها كلها بلحمة عادية بس تزودوا نسبة الدهن شوية. علشان الكفتة لازم يكون فيها نسبة دهن. اه فكده معانا احنا هنا معانا كيلو من اللحمة المفرومة. هنبتدي نحط عليه بصلاية مبشورة ومتصفي ميتها. البصلاية دي مبشورة وقادي المية بتاعتها هي. احنا مش هنرميها. هنستخدمها برضو في تصبيع الكفتة. اه بعد ما حطينا البصلاية هنحط شوية بقدونس مفروم. هنا حوالي معلقتين او تلاية من البقدونس المفروم. ممكن تستغني عن الخطوة دي لو مش حبة. كمان معانا هنا شوية بقسمات ناعم. البقسمات بيدي تماسك للكفتة وبيخلي الكفتة تكون متماسكة مع بعضها. فهنحط معلقتين تقريبا او تلاية. معانا شوية بهارات مشكلة. رشة كده بس بس بسيطة. علشان متغيرش بس من طعم الكفتة. ومعانا آآ رشة فلفل اسود. وكمان هنحط عليها رشة من الملح. حابين تزودوا اي بهارات تانية مفيش مشكلة بس انا بحبها تكون طعمها بسيط. آآ ما بحبش يعني ازود التوابل فيها قوي علشان يعني الطعمها ما بيغيرش. آآ حطينا هنا الملح نبتتي بقى ودي اهم خطوة يا جماعة معانا ان احنا لازم نعجن الكفتة كويس. يعني لازم نبتتي نقلب فيها كده كويس جدا لحد كل المكونات لما تختلط مع بعضها ويتتعجن معانا كويس جدا ودي خطوة مهمة جدا جدا على فكرة. سيما انتو شايفين كده القوام بتاعها خلاص هي كده تمسكت وعجنتها كويس جدا. ابتدي ادخلها التلاجة شوية كده حوالي ساعة او ساعتين وبعدين اطلعها اشكلها. انا جايبة هنا الاسياخ التخينة هي لزي بالزبط بتاعة الشيش تووك. آآ تقدروا بقى تساووها على الجريل تقدروا تساووها في الفرن على شبكة في الاسياخ يعني زي ما انتو حابين. انا هنا جبت السيخ التخين وهبتدي اخد مية البصل زي ما قلتلكو كده هحط ايدي في مية البصل وابتدي اشكل الكفتة على السيخ بالطريقة اللي انتو شايفينها دي. هتلاقوها سهلة جدا وطول ما الكفتة ساعة آآ لازم طول ما انت شغالة تكون الكفتة بتاعتك بردة شوية علشان تعرف تتشكل معيك وما تفكش منك لما تيجي تعمليها. اه زي ما انتو شايفين كده هتمسك على السيخ ومش هتوقع منه. ومية البصل كمان بتديها طعم حلو وفي نفس الوقت آآ بتخلي الكفتة تتماسك لما نيجي نعملها بدل ما نستخدم مية عادية مية البصل هتديها طعم حلو. خلاص انا هنا عملت كل الاسياخ الكمية كلها زي ما انتو شايفين كده اهو حطتها هسويها ازاي بقى انا مش هسويها على جريل انا هسويها في الفرن لو ما فيش شواية او ما فيش جريل ما فيش مشكلة خالص ممكن صنية الكيكا العادية زي ما انتو شايفين كده وبنرس عليها الاسياخ وبندخلها في الفرن لو في شبكة يبقى هنرس الاسياخ تي على الشبكة بحيس ان انا بس مش عايزيها تلزق في الصنية علشان آآ المكونات بتاعتها يعني اللي هتنزل منها طبعا احنا عارفين ان الكفتة اكيدة هتنزل دهن وهتنزل ميتها فما تبقاش الكفتة لازق فيها آآ كده هتديكي نفس طعم المشوي كده بالزبط ان شاء الله جربوها كده على الصنية هرس الاسياخ كلها كده على الصنية زي ما انتو شايفين كده وهبتدي ادخلها الفرن على درجة حرارة تكون عالية اهم حاجة لدرجة الحرارة تكون عالية علشان الدهن بتاعها ما ينزلش منها والكفتة تنشف وزي ما انتو شايفين دي النتيجة النهائية للكفتة بتاعتنا خلاص استاوت هي انا طلعتها من الفرن زي ما انتو شايفين كفتة متماسكة وطرية جدا من جوة طعمها ورحتها روعة جربوها ان شاء الله مش هتندموا يا ريت تجربوها وتقول لي رأيكم في التعليقات واتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكو يكون الرضاكو ما تنسوش لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة لو انت بنوراني في القناة بتاعت دي لأول مرة يبدوسي على زرار اشتراك وفعل زر الجرس علشان ما يفوتوش اي حاجة من اللي هتقدمها القناة اشوفكم على خير يا حبيبي ان شاء الله في الفيديو اللي جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا